وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبدالقادر عمارة أكد بالرباط على أهمية ورش التربية الطرقية والعمل على تنزيله بالشكل الصحيح وذلك بمناسبة عقاد أشغال الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هذه الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كانت فرصة بالنسبة للمجلس الإداري أنه يقيم الحصيلة للعمل للوكالة سنة 2020 فاشتعقدوا دورتين للمجلس الإداري كذلك تقييم الحصيلة للمؤشرات للسلامة الطرقية بالنسبة للسنة الفريطة التي كانت في العموم ديالها الحمد لله مؤشرات إيجابية جدا تتمثل الخطوط العريدة للتوجهات الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقية في الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة ومواصلة تنفيذ برامج تجديد الحضيرة وبرنامج التكوين الأولي والمستمر لفائدة السائقين المهنيين البرنامج يضم كذلك مجموعة من المشاريع الهيكلية التي سيكون لديها الوقع الكبير على مستوى السلامة الطرقية في لدنا وخاصة كل ما يتعلق باعتماد الرقمنا وحذف الصفة المادية على المساطر وكذلك الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة من أجل تأطير السلوك للمستعمل الطريق والاستثمار في الجانب المرتبط بالتربية الطرقية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تصهر على وضع البرامج الخاصة بتعليم السياقة وبالامتحانات لنيل رخصة السياقة وتوفير التجهيزات المرتبطة بالمراقبة والسلامة الطرقية